موسيقى بملابس تنوعت بين الكلاسيكية والحديثة وأخرى تشبه أزياء نجوم هوليود في السبعينيات قدم مجموعة من الشبان والشابات عرضا للأزياء المستعملة البالة في أحد بساتين النخيل شمالي العاصمة بغداد في خطوة لتسليط الضوء على الاهتمام بالبيئة وزيادة الوعي بأهمية استخدام الملابس المستعملة لتقليل الاعتماد على المواد التي تدخل بصناعة الأقمشة وكذلك للتشجيع على ارتداء الملابس المستخدمة وإعادة تدويرها وآن من خلال حب الأزياء حبيت أجمع أسوى مكس أزياء وفكرة التصحر اللي يصير بالعراق حبيت أسوى عرض أزياء ليس تركيز على أزياء فقط وإنما تركيز على البساتين اللي مهمله اللي يصير قطع بالنخل اليوم عن يوم بدأ يختف النخل هذا الشيء يعني أدلها تلوث بيئي أكو أقبال كل شهوية أعتقد بسبب العروض الأزياء اللي قاعدة تصير أنه العالمية قاعدة العالم دا تتشجع أكثر أنه تلبس مثلهم أو تصير فاشنة بالأكثر وحرص منظمو عرض أزياء ملابس البالا على تقديم عرضهم بأحد بساتين النخيل ببغداد لتعريف الناس بالمخاطر التي تعترض بعض البساتين الأخرى والتي تحولت نخيلها بلا رؤوس وجذوعها خاوية تقف على أرض يفترس ملحها ما تبقى من زرع أخضر بسبب شح الماء وتغيرات المناخ الأخيرة ما ساعد بعمليات التجريف وتحويلها إلى مناطق سكانية بالعكس الجيل القديم هم يفضل البالا على التجاري والجيل الجديد بعد أزياء لأنه عدة تجربة بين تجاري ما حد يرغبه لأنه مقطع أصلية يجي تأخذ بالا وبسعر مناسب تردد يعني للبالا يسترر الملابس البالا لأنه يعني فرق كبير عن الموجود حاليا بسيء هم ماركات وهم سعرهم مناسب يعني وملابس نظيفة أكثرها ما مستخدها ورغم تحصن الوضع الاقتصادي في العراق إلا أن أسواق البالا ما تزال تستقطب الكثير من المواطنين والذي يرى البعض منهم إنها تساعد في تقليل مصاريف ومتطلبات الحياة الكثيرة كونها تباع بأثمان رخيصة قياسا مع الملابس الحديثة الجديدة المستوردة منها والمحلية على حد سواء